أمنياً تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار الغير مشروع للمخادرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني مطلع هذا الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من ثمانية أشخاص من بينهم إمرأة تختص في الإتجار بمخطر الكوكاين يتمركز نشاطهم بإقليم ولاية الجزائر العاصمة ولها امتداد لبعض الولايات الساحلية بشرق البلاد تفاصيل القضية نتابعها في تصريح محافظة الشرطة أرعون زندين التابع للمصلحة المركزية لمكافحة الإتجار الغير مشروع للمخادرات في عملية نوعية تمكن عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخادرات بداية الأسبوع الجاري من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بمخادر الكوكاين تنشط وسط العاصمة انطلاقا من إحدى الولايات الساحلية شرق البلاد التحريات المنجزة في القضية تحت إشراف السيد وكل جمهورية لدى محكمة سيد محمد أسفرت عن توقيف ثمانية أفراد من الشبكة الإجرامية من بينهم امرأة وحجز كمية معتبرة من الكوكاين قدر وزنها بثلاث كيلوغرامات وأربعين غرام خمسة مركبات سياحية ودراجة نارية بالإضافة لمبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بستمئة وثلاثين مليون وستمئة ألف سنترين